اشتركوا في القناة بمشاركة اكثر من 550 عارضا من 30 دولة حول العالم يتجدد تلألؤ معرض الجواهر العربية بنسخته السابعة والعشرين بطرح كل ما هو عصري واحدث ما توصلت اليه الموضى الحديثة في عالم المجوهرات والساعات الفاخرة والاحجار الكريمة والتحف الفنية وادوات الكتابة الراقية جاعلا البحرين نقطة تلاق عالمية لكبرى صناع وصائغ الجواهر الراقية مثل هذه المعارضة المتخصصة معارضة مهمة جدا لإقتصاد مملكة البحرين ومعارض الجواهر العربية معارض أصبح جزء من قائمة المعارض السنوية في مملكة البحرين وهو مكان للقاء المختصين في هذه الصناعة وكذلك أيضا المهتمين بهذا الصناعة من مملكة البحرين ولنا تاريخ عميق في صناعة المجوهرات وأعتقد من المهم جدا أن نحن يستفيد المختصين والشباب الذين عند اهتمام بهذه الصناعة حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم أعتقد مملكة البحرين استثمرت في قطاعات اقتصادية كثيرة متنوعة ومن المهم في الفترة القادمة أن نركز على مهارات الشباب في قطاعات وتخصصات مختلفة منها هذا التخصص في سبيل تطوير قدراتهم اليوم في نسختها 27 نشوف أن هناك ما يغارب أيضا 27 دولة بزيادة أربع دول عن العام وهذا يبين أن لا زالت مملكة البحرين رائدة في قطاع المعارض بالذات في قطاع المجوهرات هناك فوائد الحمد لله اقتصادية كبيرة من وراء هذا المعرض هناك المئات من المشاركين وهذا لا شك أنه يرجع في زيادة الحركة الاقتصادية في المملكة وبالذات في قطاع السياحة من خلال زيادة نسبة أشغال الفنادق والمواصلات والطيران ونشوف نحن في هيئة البحرين سياحة المعارض من خلال إحصائياتنا أن هناك حركة اقتصادية في قطاع الفندغة والمطاعم والمقاهي والمواصلات أيضا في هذه الفترة معرض الجواهر العربية ربع قرن من التألق يسطر بين أرويقته الفخمة تنام مضطرد في نشاط صناعة المعارض والمؤتمرات مشكلا دليلا دامغا على ما تشهده من تطور مستمر في بيئة الأعمال في خضم التسهيلات والحوافز التي تمنحها الحكومة إضافة إلى تميز ما تقدمه من خدمات بنية تحتية ولوجستية مرموقة مدعومة بتوافر الإمكانيات البشرية المؤهلة مشاركتنا طبعا على مستوى دائما المعرض هذه ودائما نحاول أن نكون سباقين أن ننتج شيء مميز بالنسبة للمعرض ونحن طبعا دائما ننتج أشياءنا ومجوهراتنا دائما عندنا نحاول أن نطور ونجيب الجديد معرضة الحمد لله يعني معرضة الجواهر في البحرين هو تقريبا من أكبر المعارض وأنجحها في الشرق الأوسط يعني نحن نشارك في الرياض في جدة في دبي يعني لا يقارن بالبحرين وأنا أشوف يعني فضل كبير في نجاح المعرض وبهالقوة هو أنه تحت رعاية وأشراف وصمو رئيس الوزراء نفسه يعني نفسه يحضر المعرض كل سنة يعني معرضات طغى اللون الأصفر على رونقها جعل من معرض الجواهر قبلة من يعشق كل ما يلمع ذهبا وداعما أساسيا في سياحة المعارض والأعمال التي باتت في يومنا هذا عنصرا محوريا في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية والرؤى الاقتصادية للقيادة والحكومة الموقرتين الرمية إلى تعزيز موقع البحرين كبلد حاضن للاستثمارات النوعية التقى وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بسيد زو كين محافظ إقليم خيبي بالصين وبحث الجانبان فرص التعاون التجاري وتعزيز العلاقات المشتركة خلال مشاركة الوفد البحريني في المنتدى ضمن أجندة الجولة التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية على مدى تسعة أيام على المدن والمراكز التجارية الرئيسية الصينية دعما لجهود تعزيز العلاقات التجارية البحرينية الصينية وعقد مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع دائرة التجارة في إقليم خيبي بهدف تعزيز التواصل التجاري وتبادل المعلومات الاستثمارية بشكل مستمر بين الجانبين بإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية قال رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية بوزارة صناعة وتجارة أحمد الملة إن عدد السجلات ذات العنوين الافتراضية سجلي في البحرين وصل إلى 643 سجلا نشطا مضيفا أن استدامة هذه السجلات بلغت ما يزيد عن 80% وأضاف الملة خلال ندوة نظمتها جمعية ألوان البحرين تحت عنوان انطلق مع السجل الافتراضي إن نسبة أو نسبة عدد السيدات اللواتي حصلنا على نظام سجلي وصلت إلى 43% وهي مماثلة تقريبا لنسبة النساء اللواتي حصلنا على سجلات تجارية عادية حيث تشجع ألوان البحرين المرأة على تنظيم نشاطها الاقتصادي وأوضح أن السجل الافتراضي يخضع لرسوم ذاتها التي يخضع لها السجل التقليدي حيث يدفع صاحبه 50 دينارا عند التجديد كما يدفع 100 دينار عن أول ثلاثة أنشطة مدرجة على السجل و100 دينار عن كل نشاط إضافي ولن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في نهاية تدولات اليوم بنسبة 0.60% مقفلاً على مستوى 1314 نقطة وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضاً الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 7.217.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.814.000 دينار تم تنفيذها من خلال 148 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 89% من جمال التدولات أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية حيث تباينت الإغلاقات مع ارتفاع في أسعار النفط اليوم نبدأ مع السوق المالية السعودي التي شهدت ارتفاع بنسبة 0.13% عند أقفال اليوم مغلقت عند مستوى 7.514 نقطة وجاء على رأس تقدمات أسهم البنوك وأيضاً التأمين مؤشر سوق الأول في بورصة الكويت شهدت انخفاضاً بنسبة طفيفة بنسبة 0.08% لتقفل عند مستوى 5.266 نقطة بتأثير من تراجع مؤشر قطاع السلاع الاستهلاكية مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجع بنسبة 14 نقطة مئوية لتقفل عند مستوى 4.970 نقطة بتأثير من تراجع مؤشر قطاع الطاقة سوق دبي المالية أغلق على ارتفاع بنسبة 0.24% لتقفل عند مستوى 2.756 نقطة مدعوماً بارتفاع مؤشر قطاعي الاستثمار وأيضاً العقارات سوق مسقط العمانية كانت مغلقة اليوم بمناسبة العطلة العامة بمناسبة العيد الوطني المجيد لشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشاريع لقطاع توزيع المياه بقيمة تتجاوز 839 مليون ريال خلال زيارته لمنطقة الجوف في إطار جولاته التفقدية لعدد من مناطق يفتتح فيها مشاريع تنموية وأعلنت الشركة السعودية لخطوط السكك الحديدية سار عن تدشين الملك سلمان لمحطتين ركاب في قطار الشمال بمنطقة الجوف ليساهم هذا المشروع في تسهيل خدمات النقل للمواطنين بالمنطقة كما قام العاهل السعودي بوضع حجر الأساس لمطاري الجوف والإقريات الجديدين ضمن مشروع النموذج الموحد للمطارات قال وزير المالية المصري محمد معيط إن العجز الكلي في موازنة بلاده ترجع إلى 1.9% في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو 2% قبل عام واحد وتستهرف الحكومة خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% مقارنة مع نسبة 9.8% في سنة السابقة وأضاف الوزير أن النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة العام الحالي تسببت أزمة الصرف التي تشهدها السودان في قفزة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع والخدمات والتي انعكست على معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية وتاريخية وخلال الفترة الماضية أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم إلى 66% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنحو 63% في شهر يوليو وتشير معدلات التضخم الحالية إلى أن المستهلكين يواجهون ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات في السوق وبالتوازي مع ذلك ارتفع الطلب المحلي على نقود النقود الورقية بشكل عجز معه الجهاز المصرفي عن تلبية هذا الطلب على نحو تسبب في أزمة سيولة حادة بالبنوك في الأسابيع الماضية بالتزامن مع تدهور في أسعار الصرف نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اللون الأخضر يخيم على العملات الإلكترونية خلال آخر التعاملات ويرفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 150 مليار دولار جددت واشنطن اتهاماتها للصين على الجبهة التجارية مشيرة إلى أنها تواصل تشجيع سرقة الخبرة التقنية الأمريكية وفي تحديث لتقرير نشرة في شهر مارس قال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر إن الصين لم تعالج الممارسات التي توجه إليها انتقادات منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى ورأى روبرت أن هذا التقرير يدل على أن الصين لم تعدل بشكل أساسي ممارساتها الجائرة والمتهورة والتي تؤدي إلى اختلالات في السوق ارتفع الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ عام 2015 وبأكثر من توقعات المحللين وكشف البيانات الصاردية عن هيئة الاحصاءات الوطنية البريطانية أن معدل الاقتراض الحكومي في أكتوبر الماضي سجل مستوى 8.8 مليار جنيه سترليني بزيادة بمقدار 1.6 مليار جنيه سترليني على أساس سنوي ويعد معدل الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الشهر الماضي وعلى مستوى مسجل في شهر أكتوبر منذ ثلاث سنوات ومتابع الآن أبرز ماشرات الأسواق العامية والسعار النفط المعدن الرئيسية خيم اللون الأخضر على العملات الإلكترونية خلال التعاملات اليوم الأربعاء بعد خسائر حادة خيمت على السوق الرقمي في الفترة الأخيرة لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى أكثر من 150 مليار دولار وسجلت العملات الرقمية مكاسب تجاوزت 11 مليار دولار بعدما ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3.5% بقيمة سوقية تجاوزت 80 مليار دولار ورغم التعافي الملحوظ في سوق العملات الإلكترونية بشكل عام فإن الخسائر الحادة لهذا العام توزعت على الجميع وجاءت خسائر العملات الرقمية في الأيام الأخيرة على خلفية دعوة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية لإصدار عملاتها الرقمية الخاصة مع تحذير من مخاطر تلك العملات على النظام المالي العالمي ترجمة نانسي قنقر